نرحب بجميع متابعينا على قناة تعلم الهولندية ببساطة في هذا الفيديو سوف نناقش موضوع الساعة في هولندا ألا وهو فوز خيرت فيلدرز في الانتخابات التشريعية لهولندا لسنة 2023 لكن قبل أن نبدأ فلنقم أولا بتعريف بسيط لهذا الشخص المحبوب فمن هو خيرت فيلدرز؟ فخيرت فيلدرز من مواليد السادس من شتنبر 1963 وهو سياسي يميني هولندي عضو في مجلس النواب الهولندي منذ سنة 1968 سابقا كان يقود حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ولكن منذ سنة 2004 قام بإنشاء حزب من أجل الحرية والمعروف بPFF أي Partei von der Freiheit أي حزب الحرية ولدت في مدينة فينلو الجميلة في لينبرغ لي أختين وأخ كان والدي يعمل في شركة أوسي وأمي كانت ربة بيت كنا عائلة مستقرة وسعيدة إلى حد ما على الرغم من أنني لم أكن بالتأكيد المراهقة الأكثر مواضبة الذي يمكن أن تتمناه أي أم فهكذا وصف خيرت فيلدرز طفولته بعد التعرف على هذه الشخصية البارزة فما يهمني الآن وأنتم أيضا هو إلقاء النظرة ودرس هذا الحزب الذي أنشأه خيرت فيلدرز والتعرف على أولوياته وأهدافه والتي كان يحلم من زمان بتطبيقها على أرض هولندا فما يريد حزب الحرية PVV تقدمه لشعب الحولاني؟ أو أمي كانت تطبيقات من البيض؟ تقرير حزب البيض في مجال اللجوء والهجرة أزيل ومغراتي أزيل stop غرانس بواجه إن رسترقتيف امغراتي بليد وقف اللجوء مراقبة الحدود وسياسة الهجرة التقييدية إلى خالتات strafbarsteller أي تجريم عدم الشرعية الغاء ما يسمى بالأيخ الريزيكو ففي هولندا تقوم بالدفع شهرياً للتأمين الصحي الأساسي يعني هذا التأمين إجباري أن تدفعه بالإضافة إلى ذلك إذا كنت شخص بالغ أو تتلقى رعاية خاصة فيتوجب عليك دفعة من أيخ الريزيكو أو ما يسمى بالمخاطر الخاصة إذن فأنت تدفع التأمين الصحي شهرياً زائد سعر الأيخ الريزيكو الذي يبلغ 385 يورو أي سيتم إدراج طبيب الأسنان في باقة التأمين الأساسي للشهر عامينة تدفعه يبدو أن يعد بأسان الأساسي ولدفعه في الأساسي لدفعه في المعطوعة في المعطوعة في المعنى رفض أو إلاقى التنظيم التسويقي لدفعه عدد فيه ولدفعه خطت لاحظة ام أعرف ام أعرف ام أعرف أو أعرف وكأن أعرف أعرف وكأن أعرف يجب أن أعرف يمكن الحكومة توفير معلومات لكن لن تقرر ما إذا كنت تدخن أو تشرب أو تأكل طعاماً معين أو في تفيل بمعنى آخر لا يوجد ضرائب على السكر واللحوم أما بالنسبة لبورتموني أو محفظة نقود الشعب الهولندي فسيتم بمعنى خفض الضرائب على المشتريات الغدائية والطاقة والوقود فإذا تم تطبيق هذا الشرط سيكون له فوائد كثيرة على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام أما بالنسبة لبرنامج بانشيون أو التقاعدة والمعاش فهناك أربع قوانين منها أولاً أي خفض سن تقاعد الحكومي إلى 65 سنة ثانياً أي إعادة أو إلغاء النظام التقاعد الجديد الذي تم تنفيذه واسترجاع النظام القديم ثالثاً ثانياً لدينا هوخر آودران كورتين وهو إعفاء إضافي يحصل عليه المواطنين كبار سن في هولندا كجزء من الإعفاء الضريبي العام فيما يتعلق بالسكن فونن هذا ما قرره حزب البي في في أولاً أي تخفيض الإيجار الاجتماعي وزيادة الدعم على السكن ثانياً ويعني ذلك بناء المزيد من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط والإسكان الشرائي والهدف من ذلك هو تلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان وتوفير خيارات متنوعة للإسكان بأسعار معقولة ثالثاً وتعني إلغاء قواعد النتروجين والتي تعيق بناء السكن وتعني هذه الجملة أنه ليس هناك الحاجة إلى تركيب مضخات حرارية إجبارية في المنازل ولا حاجة للتحلص من الغاز في المنازل وأخيراً ومعنى ذلك إضافة شارع في المدن والقرى والهدف من ذلك طبعاً هو تحسين الوصول إلى المنازل وكذلك تخفيف الإزدحام في المنطقة برنامج البي في في بالنسبة للتعليم أولاً أي أن مادة اللغة ومادة الرياضيات سيعودان إلى الصميم في التعليم أي سيتم التركيز عليهم أكثر ثانياً أي سيتم زيادة معلمين في الفصل ومنع الغير مؤهلين منهم ثالثاً أي تقييد الطلاب الأجانب وفرض قيود أو قوانين تحد من عدد الطلاب الأجانب الذين يريدون الدراسة في هولندا والآن نمر إلى فركير قانون المرور أولاً إلغاء ضريبة طيران ثانياً بمعنى الحد الأقصى لسرعة القيادة لمئة وأربعون كيلومتر في الساعة ثالثاً أي التخلي عن فكرة فرض رسوم على الطرق حسب الاستخدام رابعاً أي الزيادة في بناء المزيد من الطرق خامساً أي دمج شركة أنس مع شركة السكك الحديدية الوطنية برو رايل سادساً العامة بأسعار معقولة وآمنة وفي مجال الأمن والأمان فايل خايت تم تحديد أولاً أي توظيف عشرة آلاف شرطي إضافي ثانياً النظام السيجني ثالثاً تي بي أس أفشخف إلغاء نظام العلاج الإجباري رابعاً زيرو طوليرانس فور ستراتاوخ أي عدم التسامح مع البلطجة في الشوارع خامساً لإنشاء مذكرة رقمية لمرتكبي الجرائم سواء جرائم العنف أو الجرائم الجنسية أما في مجال المناخ والبيئة كليمات هذا ما قرره حزب البي في في أولاً أي لاستمرار في تشغيل محطات توليد الكهرباء من الفحم والغاز ثانياً أي عدم بناء أي توربينات الرياح مزارع الطاقة الشمسية أو محطات توليد الطاقة من الكتلة الحيوية ثالثاً أي إقامة محطات جديدة لتوليد الطاقة النووية رابعاً ازالة أو تسهيل قوانين النتروجين وأخيراً أي الرياضة الاقتصادية وهي كل ما يتعلق بالاقتصاد العمل شركات صغرى وشركات كبرى تم الإقرار على بمعنى تأمين طوعي وبأسعار معقولة للعجز عن العمل والتقاعد ويشير هذا لإعطاء الأفراد التأمين بطريقة ميسرة واختيارية لتغطية التكاليف المرتبطة بفقدان القدرة على العمل هذا كله بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء مجلس الشيوخ أي تفايد كامر الغرفة الثانية في البرلمان هولندي خفض رواتب الحكوميين أعضاء البرلمان وأعضاء البرلمان الأوروبي وكذلك الملك الهولندي بنسبة 20% إذن هذه هي جميع النقاط الأساسية التي قاتل من أجلها خيرت فيلدرس من زمان لكن السؤال هو ما الذي جعل خيرت يحظى بشعبية كبيرة عن غيره من النواب الآخرين؟ فعلى ما أظن السبب في ذلك هو تميز خيرت فيلدرس بأسلوب ومواقف جدلية كثيرة ومستفزة سواء في تصريحاته التلفزية أو على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحظى بتفاعل كثير من الشعب الهولندي سواء المؤيد والمعارض ومن بين أشهر منشورات أو تصريحات خيرت فيلدرس ما يلي الإسلام هو المشكل أوقف الإسلام أوقف الاحتفال برمضان ذهب دفركير دمانسن بين انخلاته أي قد سمحنا بدخول الأشخاص الخطأ منع ارتداء الحجاب والجملة الشهيرة التي طرح في إحدى تصريحاته لمؤيديه وهي أي أتريدون أن نزيد أو أن ننقص من المغاربة بدعوة أن هولندا قد امتلأت بالمهاجرين وأكثرهم المغاربة وهكذا فقد أدت تصريحات خيرت فيلدرس إلى شن هجوم قوي عليه سواء إلكترونياً بفبركة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر إرسال رسائل مكتوبة إلى بيته وتهديده بالقتل وغالباً ما كان يقوم خيرت فيلدرس بشكايات حول هذا الموضوع والآن السؤال المطروح هو بعد فوز خيرت فيلدرس وحصده لـ 35 مقعد في الانتخابات التشريعي الهولندية هل سيطبق كل ما قاله سابقاً حول المسلمين والمساجد واللاجئين؟ فبعد فوز حزب البي في في كانت الصدمة قوية لدى عامة الشعب في هولندا سواء دوي الأصول الهولندية مهاجرين أو اللاجئين لكن كان رد خيرت فيلدرس كالتالي الإسلام يوجد في نحن الهولندية ولكن الإسلام يوجد الآن في الانتخابات الآن في الانتخابات في الانتخابات الآن في الانتخابات الموضوع أي أن الإسلام موجود في حمضنا النووي لكن الأولوية الآن تكمن بوضوح في أمور أخرى تتعلق بالفترة الحكومية المقبلة وأيضاً خطة البرنامج في منع القرآن فهي أيضاً ليست أولوية وهكذا أصدقائي نصل إلى نهاية حلقة خيرت فيلدرس وفقط كي أوضح شيئاً يعني نظراً لعدد الرسائل التي تصلني من اللاجئين أو المهاجرين في هولندا يعبرون عن قلقهم حول وضعيتهم فأريد فقط طمأنة الجميع لأنه حالياً ليس هناك أي شيء موقف أو أي شيء ممنوع ولم يصدر أي قرار حالياً وأيضاً فترأس فيلدرس للحكومة لا يعني أنه سيسير البلاد على هواه لأنه أي قرار لا يطبق حتى تتم الموافقة عليه من جميع أطراف أو أعضاء البرلمان ترجمة نانسي قنقر